اشتركوا في القناة فيما يخص حالة سماء كما لاحظوا من خلال تسلسل السوال القمر الاصطناعي أهم حالة سماء اليوم ظهور بعض صحب على كاملة البلاد ومعنيين خلال الساعات القادمة بمجموعة من صحب المرتفعة ليلة تقصيكون مغيم جزئيا على كاملة البلاد تقريبا درجات الحرارة تتواصل من بين 16 إلى 20 درجة بالشمال وبالوسط وبمناطق الجنوب من 20 إلى 24 تصل إلى 28 بأقصى الجنوب ومزالت شدة ريح متواصلة بالمناطق السحلية وبالمرتفعات نتوقع أمكانية ظهور دوير رملية محلية بمناطق الجنوب يوم الغد إن شاء الله تقصيكون مغيم جزئيا على كاملة البلاد وممكن ارتفاع تفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأرقام لسجنها اليوم تقريبا حرق قصوى بتونس العاصمة في حدود 30 و 31 بزغوان 27 بنابل ببنزرت 30 و 33 بباجة 34 درجة بجندوبة 31 بالكاف وبسليانة بمناطق الوسط في حدود 33 بالقيروان بجهة السحل سوسة والمونستير 28 26 درجة بالمهدية 31 بسيلبوزيد و 30 بالقسرين وبالجنوب 29 بسفاقس 28 بقابس 29 بمدني 32 بتطاوين 34 برمادة بأقصى الجنوب 38 34 بيكبلي بالنسبة لتوزر 33 و 31 درجة بالنسبة لقافسة بالملاحة والسيد البحري مازلت شدد الرياح متواصلة بخليج قابس الرياح اللي تبقى بقوة 7 مسلم بوفور مايوعد الـ 28 إلى 33 عقدة أساسا من القطاع الشرقي والبحر يكون شديد الاثتراب بأقل فعالية بخليج حمامات وبجهة السحل الرياح تكون شرقية فجنوبية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة والبحر يكون قليل الاثتراب وبسواحلنا شمالية الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها من 15 إلى 25 تجاوز مؤقتا 35 والبحر يكون مضطرب إلى شديد الاثتراب بمنطقة تأسيرات كالعادة لديكم فكرة حول حالة التقص ببعض المدن والعواصم الأجنبية سماء سافية بين وقشة 33 26 بالريبات 27 بالدربيضان 26 بالجزائر 28 بترابلوس تقص مغيم 33 بالقاهرة حرارة مرتفعة بالبقاء المقدسة تصل إلى 44 بالمدينة منورة 42 درجة بمكة المكرمة ببقية المدن العربية تقريبا في حدود 41 بالدوحة وبالكويت 37 بأبوذبي 28 بدمشق 27 بعمان 23 ببيروت 37 درجة ببغداد 28 بالقدس الشريف مع سماء سافية ببقية المدن الأجنبية بإسطنبول ممكن ظهور بعد سحب 36 درجة 31 بياثينة سوتاش بموسكو 27 بفيينة أمستردام 24 29 برومة برلين 28 و18 درجة بكوبنهاجن ببقية المدن الأوروبية تقريبا في حدود 24 درجة بلندن سوتاش بيستوكولم 25 بجنف 28 بباريس 24 بمارسيليا مع أمتار 27 ببريكسيل 31 بمدريد و26 درجة بلاشبونة تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة كما لاحظوا لما يسحل يوم الجمعة ظهور بعض السحب على كاملة البلاد والتي تكون أكثر كثافة بالشمال وبالوسط ما زالت الرياح من القطاع الشرقي على كاملة البلاد قوية نسبيا قرب سواحل وبالجنوب مع أمكانية ظهور دوير رملية محلية معتدلة ببقية الجهات البحر يكون مضطرب بالشمال بخليج جابس قليل الاضطراب ببقية السواحل والحرارة القصوة تتواصل من 25 إلى 30 درجة بالمناطق السحلية وأعلى ببقية الجهات نتوقع أرقام تكون من بين 30 إلى 35 درجة بالنسبة ليوم السبت ظهور صحب عبر على كاملة البلاد تتقلص تدريجيا حدث وفاعلية الرياح تكون ضعيفة إلى معتدلة بأغلب المناطق البحر يكون هادئ وقليل الاضطراب مع ارتفاع تفيف في درجات الحرار معيد الشروق والغروب اليوم الغد شروق شمس بإذن الله يكون في الساعة الخامسة ودقيقة غروبها في الساعة سبعة و 33 دقيقة لمزيد من المعلومات والأرشادات الموقع الخاص بالمهد الوطني لرسل الجو كروة دبلو في بوميتيو بونتيان تبعثوا رساليات قصيرة ولا تتصلوا برقم الموزع الصوتي 884040 شكرا على حسن متابعة الاتمام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر